دخل انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة عامه السادس وجرف اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية في العالم مع انقطاع الخدمات الأساسية والنقص الحاد في الدخل ومدخلات الانتاج الأساسية وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الأبعاد الاقتصادية لانقلاب الميليشيات كانت قاسية حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 50% بين اليمنيين ما زادت ظروف المعيشية تعقيدا وتؤكد التقارير أن 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي في كل من القطاعين الخاص والعام وأوقفت الميليشيات خدمات الوكالات الحكومية التي كانت توفر دخلا منتظما لكل من الموظفين العموميين ومتلقي الرعاية الاجتماعية وخلفت الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي على اليمنين آثارا مدمرة على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية والإنسانية وبات 80% من السكان يعيشون في فقر مدقع